افريقا اللاعبين بالنسبة لنا الحاجة المهمة أنه في كورة القدم كمدرب نخير يكونوا عندي مشاكل الغنية خير من مشاكل الفقر. مش معناتها يبدأ عندي يزوز ثلاثة لاعبين في نفس المركز ونختار منهم أحسن من يكون عندي لاعب فقط ونقدشنا غيره واحد. اثنين لما تتقدم المسابقة كنا في الثمن النهائي أصبحنا في الربع النهائي. هذه تعتبر المباراة الخامسة. مش نقوموا بها لابد يسير في بعض الأحيان اللي كنت تحكين فيه قبلها الإصابات. يجب أن يكون عندي أنا على البنك البودلاء المعاوضين. واحد. اثنين في مباراة كما مباراة بركينا فاسو وين مشيكون فيه بعض الأحيان تكتيك. يجب أن يكون فما مرونة على مستوى تكتيكية اللي تخلط به. يمكن ما تكملش به. فما حاجات أخرى تتغير في وسط الميدان. لابد أنه فما لاعبين عندهم البروفيل اللي هو ينجم يعاون. هذا الكل وقت يرجعون اللاعبين هذوما أكيد بشياتيونا دفع على مستوى الاختيارات وعلى مستوى التأثير أثناء اللاعب. يعني التصرف أو إدارة المباراة تقدر أن تكون فاعل فيها ما تكونش في ردة الفعل. شكي الخطوي عودت بعض اللاعبين وجاهزيت بعض اللاعبين لمباراة بوكي نافاسو. هل ستدفع بالإطار فلي لتغيير التشكيلة اللي ظهرت في مباراة نجيريا ولي أدات مباراة بطولية بكل مقاييس. خاصة المثال الفرنزي يقولك ما نغيروش فريق ينتصر. أنا شونجو بانيكي بكي قاني. شكا هو والاختيارات بتهاوه. ساعات تنجم تصير تغييرات. نحكي في المطلق. نحكي في المطلق. نحكي في المطلق. وتكون عندها الفايدة نتيحة. نتصور أنا الحستين معناتها دي سيونس. نتصور معناتها اللي ترى الفني. بش يلقى الحل ويلقى التأليف المناسبة. الحاجة المهمة سيكي حتى في شي اللي شفناها في مباراة نيجيريا اللاعبين لعبوا بك الروح للي اللي كانوا أبسوها. معناتها من مرض الكوفيد. نتصور الاختيارات هذه بش تكون قبل الحسم التمارين ونمشيوا للأجدر اللي بش تكون معناتها إن شاء الله الكاليفيكاسيون مع بوركيني. التمارين للسطاف هو القريب ثم معناتها ديزاناليز ثم فرجة في الأدفرسير ثم برش حاجات. بش يقع الاختيار اللاعبين المناسبين. المهم في رجوع اللاعبين هي سوى في التشكيلة الاسئية ولا بعد في الحلول في اللي شانجمون يبدأوا عنا لي شواب تيانا وليلاتو تيانا لكل إن شاء الله. حبيد نضيف حاجة. حبيد نضيف حاجة أنه فما ثوابت في اللاعب حسب المنافس اللي يتخليك تختار التشكيلة بتاعك. من الحاجات اللي نشوفها في بوركيني أفاسو فريق يلعب دفاع مكثف فريق يلعب المرتدة. لذلك لابد كما نقول وحنا المرور من الأطراف لابد يكونوا فما لاعبين قادرين يمروا من الأطراف. اثنين لابد من اختيار لاعبين اللي عندهم الكرياتيفيتي. الابتكار. الابتكار. يبتكر بشعمة المراوغة ويعمل السلالوم ويكمل الهجمة. لابد يكونوا عندهم لاعبين زادة يحصقوا افتيكاك الكورة عالي. هذو ما يخليه كنتي تختار التشكيلة بتاعك. واضح عربي فما العيدوني تأكد إصابته بالكو فيدوز نافش الله ربيش فيه. مجبن إذن الإطار الفني أنه يداخل غايلان اليوم. يعني التعويض هذي. أكيد ما فهم يش نقاش آخر يعني فيه اللهم ربما فهم حلو الأخرى ما نعرف ويش. لكن الثابت. أعتقد أنه المحافظة عن نفس التشكيل وعن نفس الرسوم وعن نفس العقلية وعن نفس الأجوية وحتى حتى فهمش كون لي حكي على الكابيتانات معناها أنك يوسف اليوم ووقت لي يكون هو الليدر متاع الكابيتان متاع الكيب ناسيونال فما نظمه آخر فما ما نعرفش عطاء آخر وشوفناه في الخزري ووقت لي يكون هو كابيتان ما نعرفش ما تحسوش بهو اللي اللي قوت في الفريق خلاف اليوسف ووقت لي شوفناه معناه خرجة عليه في ناترام. آآ تفرق في القائد الفريق شكون اللي عنده شخصية وشكون شكون نمشي معك أبعد. شكون يسحابه يحبه أكثر يعني شكون يسحابه اللي يرتاحه أكثر. هذا الفريق معه. يعني كاكاليتي ويوسف وخزري خزري سنبونجور لكن يوسف معناه على مستوى المهارات خير من خزري برشا يعني كورة فساقية يوسف طالنتيو معناه 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 ربي يوسف ربي بقى عليه سطر وقاعد. نجعل بشوي من ملحوش بها قوس ولي فينا طولي فيها ردود أفعال خطيتاها يتبعونا شوي الملعبية دونك ناكي لعدوني كوفيد دونك غيلان للتعويض. أقرب أحد يكون غيلان معناه حتى كان حتى كان عيدوني ما هوش يعني عنده كوفيد. بتاتر غيلان ستنشوها يعني اللي ينجم مدرب يقعد يخمم فيه برشا يخطى غيلان في بيرود الأخرى قاعد عادي معناه روند مونك بالبرش. لكن أنا في اعتقادي أنه بعد اللي شوفناه عادل معناه المنتخب التونسي بصراحة كسر يعني قواعد لكل متاع اللي صارت. تخيل أنت يعني مشينا نقصين سبع مال. نهاية مباراة غينية الاستيوائية ومالي على نتيج التعادل دون أهداف وسيقع الاحتكام طبعا المباراة بحساس الإضافية الاثنين. سيقع احتكام بطبيعة الحال ركلة الترجيح اللي معرفة المنتخب اللي بش يلتحق ببقية الركب ويكون موجود في الدور الربع النهائي. فضل يعني عادة قلت لك بعد ماتش نيجيريا منتخب التونسي يكسر يعني كل القواعدة كل يعني سبحان الله الكرة قداش ما فيهيش يعني علم صحيح كل يوم شوفوا حاجة اليوم بشينا لعبنا مباراة نيجيريا وقتل العبيد كل يعني نقول واحنا معنا عاطية منتخب التونسي قلوه قلوه بصراحة يعني كان كان بش يكسر يعني بدون مدرب حراس بدون مدرب أول بدون اللاعبين لأن اليوم عاش خاف عن منتخب التونسي عادل معنا عاتيني احدي ايش يلعبوا اليوم وعطيني مانا اللي شانجمون اللي بشو يدخلوا دانك اذو ما فيه الف بركة خاطر وراونا ماتش نيجيريا واحد بثلاثة لاعبين بصراحة العربي جاب يقول انا معاش خاف على المنتخب بعد الظروف اللي عادت عديناها. انا نقول وليت خاف اكثر على المنتخب انو صننا البليمو عين اليوم الناس كل معنا مبهرة بالأدامة على المنتخب التونسي مع عودة اللاعبين مع عودة تثيق اللاعبين نخافوا انو ما كنوش تحت الضغط كما ماتش نيجيريا ونخافوا انو نعتبروا المنافس اللي بشان عابولوا ورغم قيمته ماهوش في مستوى المنتخب النيجيري اللي كان مرشح اول للفوز بالبطولة مع الكاميرون ومع الكود دي بار اليوم كيف يزن من نتعاملوا مع هذه المعادلة الصعبة حتى نكونوا جاهزين بدنيا نفسانيا ذهنيا وتكتكيا لمواجهة لا تقبل القسم على اثنين كل مباراة عنده اسرارها كل مباراة عنده قيمتها ما ليزمناش نكبروها برش مزمناش نصغرها برش اما يزمن كنو متحضرين الان راهوا اللي كيب امتانا صحيح في نصاق نكبروها نكبرو معاها طبيعة الحال في نصاق تصاعد يزمنين كنو حاضرين صحيح اللي كيب ميزمناش نبدلوها اللي اللي لعبت نزمناش نبدلوه ولك ميزمناش بش نلعب القنتونيجينا بش نلعبها معناتها ستيل اخر نوعية اخرى مغايرة تماما على نيجيريا دونك اوتوماتيك مون حسب الاختيارات التكتيكية للأدفرسال سي لبلان ديفانسي ولكن يجبنا نفس الشي يجبنا نحط الأسلوب بتاعنا بالعناصر الموجودين مع العناصر اللي ينظفوا يعطيهم اكثر حلول للإطار الفني كسوا قبل المباراة ولا كما قال اخونا شاب في وسط المباراة يعطيه علول تعطيه اكثر برونة تكتيكية بش يتأقل مع المباراة هذه اهم نقطة اللي عنا ولكن الاشكالية مباراة صعبة نقوله بصراحة مباراة صعبة على خاطر وقتي انت بش تفرض اللعبة متاعك على خاطر مركنا فاسو بش ترجع الوراء وهذاك اسلوب متاعها وتلعب على المرتدات دونك اوتوماتيك مون يجبنا نكونوا احنا متوازنين عارفين وقتاش يجبنا نهاجموا ولكن في نفس الوقت الحذر موجود وقت تبدأ انت بالطريقة هذه بالحذر موجود صحيح دخول الشعلالي ينجد يعطيني اضافة كبيرة ياسر للهجوم حسب رأيي انا ولكن الاطار الفني ديما هو معناتها الشعلالي معناتها يجب يكون متواجد في المباراة هذه على خاطر يعطيك كفاش قوله في الضغط على الارسلمان في الضغط على الخصم وفي نفس الوقت عنده البيزا بتاعه اللي يجيب من الوراء ويتربان في الثلاثة 18 اللي يعطيك اكثر نجاع هجومية ولكن اكثر شي ننبه الملاعبية وننبه الإطار الفني رأيه مباراة بقيمتها كبيرة ياسر معناتها يجب يكونوا نحطاته ما يجبناش الاشكالية متاعنا ديما وقت يحنا نهاجموا نخليه نوعا ما في الفراغات هذان اشكالية بش يرعب بدو بيفو ولا بش يرعب سنتينال واحد نزار مع العلم سمحني قاسي تعليك البركيني يرعبوا في الاربعة ثنين تثة واحد ما انتا نقوله اربعة خمسة واحد دونك المناورة بش تكون في وسط الميدان لعب الكلة في وسط الميدان بطبيعة هنا الاشكالية كان يدخل الخزري باريزان اللي جبدنا عليه إذا يدخل الخزري مع يوسر المساكلي هذا إذا يحلوا يحلوا على الاجلاب أوتوباتيك ما مش يخدونا الوسط اللي صار مع المالي الاشكالية متاع المالي يجب أن نحاولوا قدر السيطاء نربح الوسط إذا ربحنا الوسط طبيعة الحال ربحنا المباركة نعملنا بثلاثة وزوز معنا في الأطراف كنا يعني خطوصة الميدان بعيدة لبعضه أنا مراي أحسن أحسن السيناريو نخذوه وأحسن ماتش الفرنس يقعد ماتش نيجيريا مع كل سواء يعني في احترام المنافس ما كبرناه وش برشة معنا كل سواء حتى في الطريقة التكتيكية هبطنا بها أربعة ثلاثة ثلاثة يعني معنا لعبنا إكيليبري معنا الكورة تبدأ عند نيجيريا ندفع مليح كورة عنا نمشيوا يعني شوفنا يوسف القدام يمشي شوفنا جزيري يمشي شوفنا حتى العيد معنا الحمزة الفيع يخلط شوفنا ليس سخيري يخلط دونك ما حقرنا شروعنا حبطنا كنفوان يعني حبطنا كنفوان بكدير نخفنا شوفنا شوفنا نيجيريا نيجيريا نستنتجي ناك وحنا كنت الإجيرا سنينة دونك زود فش تقول سناك وطم واحدة مش تتاكي اكثر واحدة هي تورس مش تتاكي هنان يزار هنان يزار فما حاجة مهمة في المنتخب التونسي متثوابتها المنتخب التونسي أنه قوتنا في الأظهرات عندنا نتكلم عن الأظهر الخزري والمساكني من النوع من اللاعبين اللي يدخلوا للوسط بشي يعطيوا فضاءات ومساحات للأظهر وكي يدخلوا هم الاثنين للوسط شي يصبحوا يصبحوا اللاعبين وسط الميدان لذلك يبدأ الدور الدفاعي وين انتهت الهجمة الهجمة انهينها بالأظهر في الناحية الهجومية خرق العدل لكن حتى في الناحية الدفاعية لأنه منتخب التونسي وقت اللي يكون البلوك متاعه عالي وشفت انت البلوك العالي متاعنا حتى لما نعمل التوزيعات وتتقص شكون قاعد يسجل في الاهداف هم اللاعبين وسط الميدان وهذا اللي قاعد صحيح إذلك حتى على المستوى الدفاعي بالنسبة لي أنا وين انهيت الهجمة والتمركز بتاع اللاعبين عند انتهاء الهجمة وين تبدأ الدفاع متاعك الدور الدفاعي إذلك أنا رأى أنه المنتخب التونسي ينجح في التايمينج بتاع الأجنحة لما يدخلوا للوسط بشي يفضيوا مساحات للأظهر أكيد قادرين أنهم يقف حسب كلاب كنتي ما نتا الترانزيسيون اللي سميها الترانزيسيون انستانتانية بالخروجهم تلعيدوني اللي هو بالكوفيد بشي يدخل في بلاستر شعلاني وفي بلاستر فيها يدخل الخزر هذه هي التغييرات أولا يجب يكون عليه البعلول يكون ظاهير الشمال سيفاء خلال أخلاس من سيفاء بعد سيفاء حتى إذي كان الخزري والمساكني يدخل الوسط بش يفرغوا للجناب حتى يأخذوا الكورة في الوسط يعملوا برش خطر شوفنا الهدف متع المساكني صحيح أخذي الكورة وتخل الوسط كانت سين كونتر مي كيفاش تخل الكورة في الوسط وشوفنا شكون الحداد يجي من تالي وقال لشكون تعدى وراه لكن كمل الهجمة من الوسط يعني زوز ملاعبية هذوما بخلاف كونهم يفرغوا يحاولوا يفرغوا الاسباس معناها للججور يأخذوا للتغيني لكن يعملوا برش خطر يأخذوا الكورة في الوسط الميدان وهذه نقطة قوات زادا نجم ونستغلوها في المقابلة هذه بو ممكن اللي مقلقني شوية بارابور على المقابلة اللي عديناها لحقيقة البلوك كان كومباكت كانوا قراب برشة لأولاد لبعاظهم عملوا مقابلة تاكتيكين محترمة محترمة جدا تباركل عليهم ذهنيا زادا كانوا ممتزي جدا صحيح طول الكلمة اللي قالها عادل بكري صحيح ونوشونج با ونوشونج با ونوشونج با إذا كان مش تتبدل الفيزا فين بتاعك الخصم تنجم تبدل راهو من نقعة نستلتك هاو مش النسأل نحافظ على فستركيبة مهمة جدا لأنه زادا راهو احنا عايشين زادا في السوشيل ميديا وصار فات حتى محاضرة على اسكو صحيحة ونوشونج با اني كيب كي يعني مايش قاعدة صحيحة اللي مقلق لي ممكن حسب اختيارة المدرب فما ملاعبية ممكن مش يتظلموا على الأداء اللي عدوه في المقابلة فما ناس حكيت على حديدي الحديدي الحقيقة بالنسبة لي عدى مقابلة محترمة جدا العيدوني كيف كيف الجزيري كيف كيف بن سليمان كيف كيف يعني فما ملاعبية ممكن في المقابلة هذه مش يتظلموا للاختيارات فنية لكن انا مع الولاد كونه كل مقابلة عندها الحقيقة نتاحها وصيفون انا شنو نحب المقابلة وكيفاش مش نلعب المقابلة عثمان على ذكر طبعا نحكيه على تحذير النفساني واحنا نتفرج في ركلات ترجيح في مباراة غينة اسوائية ومالي اكيد مباراة كما هكا وضربات جزائح حاسمة كما هكا ايضا يزيم تحذير يزيم استعداد ويزيم تركيز يعني مش اي واحد ينجم يشوت ومش اي واحد ينجم يبدأ مش اي واحد ينجم يوفر اكيد طوى كورة القدم الجزئيات الجزئيات الهنا وفي التحذير خاصة في التحذير الذهني اهم شي يمكن ضربات الجزائح معانتها من الحاجات اللي تحب اللاعب اللي عنده شخصية اللاعب اللي حاضر خاصة ذهنيا وحاضر عنده الفنيات لتزديد ما تنجمش معانتها انسان مش متعود بالتزديد ويجي تحط في وضعية اكيد ماهوش بش يكون في وضعية مريحة الهنا تحدث يمكن نحاول نربط بالمنتخب الوطني بصراحة ورينا وقت ليكون تحذير ممتاز وقت تعليق على ركرة هذه قمة في الثقة في النفس وعنصر مفاشقة في نفس الوقت في وقت كم من هذا تزديد الثالثة هذه عادل الثالثة بعد ما ضاعت الاولى اهم شيء انهم ضيعوا اللولة عادة ملعبي يتجر يوضيع منتخب منتخب كما هكا يلا سير يقولوا ملعبي في الوضعية تذهي يحاول نجمة مسمع عنوية الحارس كما هكا يحاول يرجع فريقه اكثر في المباراة لانه بعد تضيع الكرة اللولة يلزم لعب معناتها بصراحة شخصيته قوية ياسر باشي ياخد القرار هذا في الوقت هذا وقت هما متأخري برشا برود دم أخي بحاجة للحارس لما تسير له من هكا يعني تعب كله قرصة خاطر طيحة لمرال وكاريمو يعني سيليو كوبسيكولوجيك هذا هو اللي العب عليه الملعبي ونجح فيه في الكرة اللي بعدها بالضبط الحارس متاعه من ثقة متاع اللعب اللي ملسيقه يعني هذ هي السلسلة مربوطة ببعضها الإجابة كانت بالوقت معناتها والسؤال كان في محل وزيدا ما شاء الله شيرتوا شيرتوا سوئة يعني أكيد طوى 22 كل منتخب مصدد تثى ركالات الرجيح وتوزح توريخ من جديد لكن مش تبقى غامضة لأخر اللحظة نتصور تتحسن في الخمسة ضربات جزال ولا ولا عنده الجرأ باش يعود بانينكو أخر ولا لا طو 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 لنجح يكون عنده الجرأ وما عندهش الفنيات إن شاء الله ما يكون شهد حرس يعني تشوف ضربات جزال اللي قاعدين نسلدوا فيها يعني روى صعام برشة بشة تحذير وبرشة تركيز مئة وعشرين دقيقة لعب معناها يفو أفر لسي دي تي معناها حتى الواحد ذهنيا يجبوا يكون قوي لأنه لبدا وقتها استعمل برشة إنرجية كما نقول الطاقة يجبوا يكون قوي في موخه يقعد مركز على طريقة التنفيذ ما يمشيش معناها كما نقول وحنا لغة الكورة ما يمشيش عفك نانشالانس يجبوا يعطيها حقا الكورة يكونوا مركز على ضربات الجزائل لأنه برشة ملعبية من عرش سي شياب لكن عاشت فترات ملعبية يقول لها ما نوصلوش للضربات والله 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 في التحذير الذهني يا هادم ما لي تضيع المرة الثانية على التوالي 4-3 هكا أو لا 4-3 3-2 ومتسديد 9-2 كل 1-4 4-4 3-4 المفروغ هكا الخامسة هكا 3-4 فضل عادل اللي ضيع هما رأوا تقام حتى في الزنطرمان برميل الميور اللي شوتوا رأوا بخطر كتعدي البرميتور سي شياب عربي كتعدي البرميتور ديما يعني كل شاكسان الزنطرمان شوت بنالتي خوية عادل الميور هما نشوت لا خوية عادل نورمال ما رأوا شوف 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 الزنطرمان يختار جهة على اليمين ولا على الوسطرمان ولكن شوت البلاسة اللي لزمة تتشاه رأي ما تشجج دونك نرجع لقيمة اللاعب اللولاني ولا خاني يا عادل في التحذير الذهني في التحذير الذهني لضربات الجزاء لابد كل اللاعب يفصل ضربة الجزاء متاعه وعلي قبله وعلي بعده وذي يصي نسميه الكلوازنمون معناتها كما قبيلة صارت ضيعة مثلا اللاعب ما تربطش روحك حالتك النفسية بهو أو ضيعة الفريق الخصم تربح حالتك النفسية بهو لابد أنك تجرد روحك من اللي قبلك ولي بعدك كيفاش هذاك هو التحذير الذهني هذاك التحذير النفساني ذهني ذهني ولكن أهم حاجة يا شهاب كان لحدي أنت حتى في في الريبارتسيان بتاع اللي جوارات بشوت طيما عن جنرال أنا باريزامل من المشاركة من المشاركة لذلك نضع الأول والثالث والخامس أقوى جوارات الأول والثالث والخامس كنت تقول كم يلفو معناها ما تتبوردش على كورا معناها خاتف فما دجور معناها يبدأ تمشى واحدة واحدة فما ليحب يقرص فما ليتتمشي معا كورا معناها فما دجور عنه بيكاليتين مخافوش في بلاساتها أنا أقول لك أعطيها حقها ومخلي معناها الباقي على ربي لأنها نزار السؤال اللي تفرد هي إخفيق اللاعب ولا مهارك الحارس هذا هذه مهمة اللاعب أخفق ولا الحارس لا أنا حسب اللاعب اللاعب كان يحطها في البتيفي قوية كما يلزم من حق شلال الحارس من حق شلال من قاد تتبع في انتيجة ولا لا طاعت لي في جديد واحد أصعب ضرب الجزائية تعرف اللي حطوهم اللاعبين الفوق الفوق اللي تحت العرضة أما ذيكا فيها يعني خمسين 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 أما البره يجي في كثرة من ديس والحارس يعني ما يعمل الله حد شيء وقال له أخوه يجيك في القردناه وصيء شوف هي طاوة راولة أسبقية لغينية الاستوائية طاوة أربعة ثلاثة معناه إذا ضيع مالية تخرج ضربة الجزائية الحقيقة زادة كان الشيشدة ترشع مالي أنت قوة شخصية الملعبة وحضور للحارس الساعات يجيك حارس معناه يقف لك الحقيقة تقول الكاج صغير الإنفليونس الإنفليونس تحاول لماكسيموم توسير البال تحطها في الكوان اللي أنت مستنس الجزء التكنيك زادة مش شوت القيمة الفنية زادة متاع الملعبة زادة تظهر في ضربة الجزائية هنا صحيح لكي تفسر اللعب اللي يحطينه بشي شوت نمره أربعة ونمره خمسة يضيع ونمره عشرة اللي شيت يسجل من أحسن لاعبين في المنطقة بالغينة الاستوائية خمسة أربعة ونمره خمسة أربعة باقيها الغينة الاستوائية في حال أن الضيعة المالي الضيعة تروح المالي الضيعة تروح ما نساويش زادة دي ما الضغط على اللاعب المالي اللي شيخو ضربت الجزائي إذا غينية الاستوائية ما تقوله من خلال مشتو التجم تعرف الملعبين ما عنده ثقة في نفسه ولا ليبش ملكي ولا ليبش ما وجوده ما وجوده ساعاته تقول الملعبين ما هي قتلك؟ ما هي قتلك؟ كنت ترى أنه شالونس متاع وطيجم تقوله شي ضيعة فوق هذه فوق هذه خلين نكمل كان نربطوها بمباراة متاعكاس الهالم خليهم يخرجوا إحنا اليوم مالي الحبوهم يخرجوا إحنا هاي هاي هوا الجمور واحد وصفر واضح فيهم الطرح يعني أقل ماتش في برسيون بلسبر ومع قبل ماتش مارس ما فيماش كومبيتسيون بعدو في سير قبل ماتش قبل ماتش ناس كل مسترجع جمعياتها ونستنى وإشار مارس للحسن في الترش إن شاء الله ربي معنا إن شاء الله نواصلوا متبعد طبعا الضربات الترجيح أو راكلات الترجيح في علاقة طبعا بالتحذير النفساني وبالتركيز ونعرف حتى في الأكيد حتى الحراس ما نفشت أكد هذا ولا يدرس المنافسين متاحهم وما يدرسوا شكوم بشي أخر عندهم بيزوناج عندهم بيزوناج تابع الملابين هذا مؤخر ربي يسترى هذا نحكي علىها مستحيل هذا نحكي علىها مستحيل تشد الفوق هذا معناها ريسك يتمشي الفوق وإلا تتمركب معناها هم تخجب بر ولا تتمركب معناها هم تخجب بر عادل اللي هنا ذكرت نقطة مهمة جدا وهي التحذير الحراس للعبين اللي بيشسدوا ضربات الجزاء في الوضعيات هذه يمكن في مباريات سهلة ومباريات معيشة في خروج مغلوب يكونوا اللاعبين هم نفسهم ومعروفين هم نفسهم تنجم تلقالهم ترجع في التاريخ تلقالهم اذا كان مسدد ضربة جزائي كدب؟ ايييييي اش عودة شوفوا الفارة شوفوا الفارة خاطروا تقدم الحارس شوفوا ما قدمش اي اوك اي اشتعلم شوف شعودة انا شوفت الحارس متقدم معانو انا معانو ما عدون سيبك خاطروا موجود لا 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 سوفوا سوفوا خاطروا 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 ما مش نبارة حتى طرف شعب تونس ما مش طويسة حتى طرف اذا انسحبت مالي وترشحت غيني الاسيوائية على كل حال حتى احنا شوفنا المنتخب المالي كيفاش الشوت وشكون الشوت وعلاقل ثمانية ضربات جزائي تقريبا تسعة ضربات جزائي خلتنا نعرفوا نسبيا المنتخب المالي لانا تحطي احتمالاته كل في المواجهة بش تصير معه كم منتخب ترشح الاول خرج من ثمانية ثلاثة منتخبات من اكثر منتخبات اللي يمكن ورعوا في الدور يعني مش للان يجافعين الكحلى ودورة مين تبدأ من ثمانية حاجة المالية تخرج من لاوية تيام وبعد دومها وانا معتها دوماتش معهم حاجة مهمة حاجة مهمة حاجة مهمة حاجة مهمة لا ما عايش نتعاود هذا الاخفاق لانه توا دمها كم ضرب جزائي بدمها تجي في الماتش وتجي في ركلة الترجحية لابد المنتخب تونسي يكون مستعد على جميع المستويات في هذه المواجهة التي لا تقبل القسم على اثنين فما سؤال يوجه او يطرح في الشارع التونسي خاصة في مباريات هذه الكبيرة يسباخت الجمهور التونسي بالأوليات الصالحين ولا لا برشا كلام صار في الفترة الأخيرة على هذا الموضوع وشوفنا برشا اغاني وشوفنا برشا حاجات وبرشا انشيد في علاقة بالتخميران تح الشعب التونسي في مباريات كأس أمم أفريقيا وقتين يكون المنتخب التونسي حاضر في هذه المواجهات مروي انجارا ومن عمر ورتاني ودي الدرياحي أعدوا هذا التقيير ونشاهد ثم نعود سحر، شعوذا، مغابوتاج، غريغري، سورسلغي، حرص برشا اسامي لأحد أشرس أعداء محبي كرة القدم اللي يربح يسميها برك واللي يخسر يسميها غش شوية كما ساحبك ذاك اللي تعطيه ستة في تور حبلة ويقول لك لاربيتر خايب وللمانيت ما تمشيش بين الحقيقة والخيال موضوع السحر في كرة القدم يرجع مرارا وتكرر خاصة وقت لي يتعلق الأمر بكرة القدم الإفريقي وحالة من فوضة طعم أغلب الملعب وقت لي فيقوا بحارس حتى حرز قدم المرمى ولا يتقابلوا زو السحارة كل واحد فيهم يشجع في جامعين وهذا مشجع جزائري مشالي الكامبرون لمقاومة السحر المسلط على فريق وهذا كرونيكور يحلف للحكم مسحور بخضام هذا الكل حابين نشوفوا أراء التوانسة في مدام مساهمة سيدي محرز و سيدي بلحسن وغيرهم الأولياء في انتصارات أو نكاسات منتخب و هكا كانت نتيجة باته بركة سيدي محرز و احنا في تونس عايشين ب بركة الولايس اللي صارحين كل مش سيدي محرز بركة المنتخب يربح بذريعه و هذي أولياء صالحة خدموا اقبلوا على الارواح مصالحين و هما ملوش بهم الحكاية هذي و هما المنتخب بقى كل مرة يبدأ في فورما يبدأ لبس تونس واقفة على سيدي محرز الحمدول يا رب يا رب يوقف معهم مولد و هما يلعب على رويحهم بذريحهم جبوا و رب معهم بركة الولاي الله الكل ان شاء الله مربوحة و يكملوا يفرحونا و كنا نلقاهم لما نعملهم مستنوج على ركاية بهم و يذر عليهم مستنوجة الاكيد انه لكل حد قناعات و حاجات يمن بها في قرارة نفسه لكن الاهم ان تكون ثقتنا كبيرة في عناصرنا الوطنية و في المطلق الخدمة تجيب و الباقي على رب هو كل شي عنده علاقة منتخب الكوب دافريك اكيد نحاول نغطيه و نحكيه ولكن في نهاية الامر ديما الميدان هو الفايصل و ديما المنتخب التونسي يجب يعمل على مجهوده و مجهود الإطار الفني و كل فريق المتكامل حتى يحقق الانتصارات و التتويجات إذن نقبل من الواسل شكر كبير كعادة لإكزيست إكزيست بلوترس بلوتسور و إكزيست لامارك جفريا بورتي فوروم نيمرو اين في تونس يتسجع المنتخب و تساندو نسول خرطاج و تتمنى لهم حظ سعيد في مباراة السبت القادم ضد المنتخب البوركيني يعني حتى المدربين هذا واقع واللاعبين يسميختوا بعض حاجات في البلاسة اللي يقضوا فيها في اللبسة اللي يلبسوها في الميكة اللي ما نعافش يكلوها في التاليفون اللي يجيهم في التاليفون ما يقبلوش نهارة المقابلة موجود شيء يا بولي؟ موجود موجود الرياضيين كل يعيشوا الحاجات هذه لكن كي تبدأ مسيطرة مغير إكسية معنا مغير إكسية مغير إفراط سمحني بالضبط مغير إفراط هو شنية جينير ألمان معنا جمالاً وقتاش نتكلموا على الحاجات هذه نتكلموا عليها وقت يبدأ حاجة في المجهول أو تبدأ أنت ماسك الأمور بزمامها وقتها تعمل أبال للميتافيزيك ما هو الميتافيزيك؟ هو الأولياء الصالحين هي الأسطورة هي الحاجات اللي أنت كما قلت استباخت بها ما يبدلش اللبسة ما يبدلش اللون يستنى في نزار نهاراً ما تش يكلموا لياش لأنه وقت يكلموا نزار يفوز بالمباراة أو ما نازمش بالمباراة لذلك لابد من استغلاله كيفاش استغلاله؟ باللانكاج متاع الغوتين في البرباراتيون المنتال موضوع كبير هذي فهمت، لكن ديم بقول لو المجهول أو عدم السيطرة على الأشياء تخليك تعمل أبال للميتافيزيك بس الشياب تعرف أنا عشت مع مدرب دوميل السيزة عند تونطرواديس حبشي بدلو محبشي بدلو جملة خاطر ما تسبخت به وعشت مع مدرب الدخل الملعبي في الخيقة الثمانين وخسر المباراة صدقني الملعبي ضيق ما عودش حتى تسقيه يعني في البنك وحتى التعويض في الخيقة الثمانين معتش يعمل راو شي راو من وراء العقل شوكي عنك شحاجات صليتك في العلاقة اشوف هو الأمان الحكاية اللبسة وكيف قبل الماتشي بل راوف أخويا مانا شوكي نقابلوش اوه؟ اشوفوا حكاية اللبسة موجودة عن الناس كلها هي في حد ذاتها ما انت تبرك بما انت را ما عندها حط كل واحد يستبخت بها نلبسك شميزة ذيكا نلبسها ذيكا نلبسها ذيكا وهي في حد ذاتها مايش حقيقة هاي طب كلك مش تقولي مش حكاية موش حقيقة مش قلتك نعم الفهمة لا يفلح قر 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 ما تخمش حتى رياضي مش قاعد يعم فيها كل جواريك ملاعب ايه عنطرنارات حتى ما سوريين كل كل ريتوشي مر بس سوريا مش بيذا لومير نهار كل عام الليك المحاربان في يده ذكارة ايه معناه تشوف اذيك تعرف شنية اذيك متاع الالستوبلاستيك سكت ما حيحطه ايه معناه الناس كل عندهم الحق ذهي معناه صحيح معناه ما نجموش ان نفسرها بجده ولكن الاشكالية رهي موجودة ونحاول بقدر الاستطاع واحد يقول لا ما نعملهاش ولكن يدور يدور ويعمله يسور توه يسور توه في الماتش ديسيزيف هذوكم يوليوا كسوا في اللبسة كسوا في المناكلة كسوا في الاشكوني بعد ساعات الصباح ما تحبش تقابل عميات فما حتى نعرف احبار بتاع جامعيات معينة وازدقالية التلفونيات كي جيهم يعني من ناس معيني وصماتش مهزوش ولقبل ماتش ميجوبش فما برشة حاجات حتى هذا الصورة اللي عملوها قبل قبل المقابلة راو ماذا بيك المليعب اللي كان مع جامك على اليمين يجبو ديما موجود على اليمين على اليسار يجبو موجود على اليسار اللي في الصف من اللوتة يجبو يكون موجود يعني عالم اخرى؟ سعاد راو سعاد راو عادل حط راحي عادنتي عنك برشة حاجات عشتها هذا ماذا في الحكاية دي هه؟ عالم كبير بصراحة أنا وصلت يمكن الأبعد من هذا نحاول ديما نخرج من لأنه بصراحة كما كان يحكي سيشها بتحس روحك ووليت معانتها مقيد بالحاجات هذة فما زوز تليفونات دوما تخرج البيس من الفندق بماشي للملعب فما تليفون لولو تليفون ثاني ما فيهمش هذوما يلزمهم يتعاملوا وساعات كي تنسى حاجة في التحذير سواء ولا في لبسة ولا حاجة شو ما اللي نعمل؟ ماذا يدخل الميتافيزيقة اللي أحكي عليه؟ زوز تليفونات يعفل؟ للوالدة والمرتكة؟ الولادة والوساد الزوز لا موجود هذي عادم للأمانة معانتها هذوما حاجات ما فيهمش معانتها وإذا كان ما يجيش تليفوني يجبني نحاول نعمل حاجة اخرى نكسر به معانتها راني ينصل يمكن نفقد تركيزي نوعا ما يوم مباراة بزرط إذا ما خسطا خسطا تليفون لولاني رأوا عنده قيمة كبيرة كبيرة لأنه فيه دعاء ربي تحية الوالدة وتحية للأمهات الأمهات توسي كلها صراحة مش كان عندي الناس الكل صراحة أنا نتصور معانتها أغلب سواء اللاعبين ولا مدربين فما حاجات هذو ما فيهمش معانتها يقولك صحيح هو مش تطير عادل أكثر منه أنا نقول نتبرك نتبرك بنكلم أمي دعاء متاحها يعطينيك التمأنينة يعطيني أريحية والحمد لله معانتها في العوام اللي خدمت تقريبا معانتها النجاحات بنسبة ثمانية تسعين في المائة فماش علاش باش نبدل وهي ذي الفرميل تاع الربح ما يفقد تربي ما تبدل والحاجات هذو ما راو علاش بكرا كنت نحكيلك راو ساعات تحب تخرج ما كل ماك الضغط هذو ما تحسوا ميرتحوك شوية سوتوه راو مثلا كما كما تواثمين راو تليفون قبل المقابلة حتى قبل الفيريفيكاسيون راو مهم جدا تكلم الوالدة تكلم مرتك راو مهم جدا ساعات إذي كان نكلم الوالدة قوله الوالدة قوله وين يومي يقولي راو خرش تباش تقضي تقضي وتروح معناه نولي على العصابي وفم رتويل آخر زادا راو مهم جدا فما يبدأ يلبس الكلاسة اللي سارق باليمين فما يربط الصبات اللي يمين قبل اللي سار فما حاجات ما يتبدلوش فما اللي يسمع الغني فما اللي يسمع الغني هذيك عليش هنا يسايف في الكنسنتراسيون دافون ماتش والليات معاتش كوليكتيف معاتش فيها والات انديبيديويل كل واحد عنده عنده رتويل متاعه هذنهم يسميهم لغوتينا دو كوية فما اللي يسميهم لغوتينا دو كوية والله يعملون لهم حتى لانكراج باشي سابتوم باشي ستحذرهم للملابي باشي يتفكر الحاجات لتخليف الكنسنتراسيون فما اللي تنديبيديويل سيني بلو كوليكيف حتى الملابي عادل تعرف يعني حتى بالفسير كل حد قاعد بجنب حد مسينس بسيف يقض بحذية دونك من مع العام حتى الاخر العام وتمشي الامور دونك يقضي ما بحذية دا ثبت اني في الملابية في ادخلهم المتينيل ديما تتلقاهم نفس الحارس من الأول تتلقى ملابية الفلتانة في الأخر ديما تقاهم نفس الصبات الصبات كثير الصبات ما عندكش فكرة فهموا ملابية ملابية تحبت شها تعمل لمساج قبل الماتش ما يتسباخش فيها فهموا ملابية تحبت تعمل فهموا ملابية كما قال سيف يعني يربس كلاستو ليسارق قبل المين فهم مشكول يشتصباته يبلو بالماء ملابية حاجة 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 لكن موجودة فهموا حاجة مثلا في فريق تربته فهموا ملابية يخرج كلا الاخر اخر واحد اللي شوف مو الأحماء يخرج هو الاخريني شو التلفون انت استعمل وتقبل الماتشويت استعمل عندي حاجة اخرى استعملها غير التلفوناتي استحضر حاجة استحضر خيال الوالدة فسمع رب يرحمك رب يرحمك موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربي يرحم أمهاتنا الله يرحمنا وربي تربع يرحمنا يبارك وشد في صحة الأمهات اللي موجودين على قيد الحياة عمين مصابي جي منجم جيوا معنا المباراة تقعد معنا في البنك يعني تدعي وكل شيء تمشي لأمور ان شاء الله بركاتهم ان شاء الله دعاة متاعهم ديما في هو اللي خليك تنتعيش بالسطر وهو يخليك يعني في النجاحات ديما ديما متقلق ان شاء الله ربي يفضل لهم وربي يرحم اللي ميتوا ان شاء الله ربي يفضل حبيلت تضيف حاجة حاجة ممكن بصراحة معنا الحد وصلنا التليفون ما نجحتش فيه لولاني وما تحصلتش علوم اللي كي بداخله في التونيل وانا في عادة البروتاب المتاعي ندخل نحطه في الساكم نهبط من البوس اللي معاش من التليفون اذاك علاش جانسيست في التراجي من الوتيل لتيران باش اذا ما حصلش وصلت مع انتا جوري تهابطة في التونيل وانا راجع يلزمني نتحصل عليه يلزمني نسمع الكلمة باش من بعد نرجع وخلطت الوتار باش نقضع على البنك ريانكو باش نسمع والحمد لله سمعت اللي يحب نسمعه خليني بصراحة ندخل مرتاح على مخر المباراة حاجة كواليس الكواليس هذه متاع المقابلات ومتاع العمل اللي يقوم به المدرب حتى اللعب في علاقة بالمباريات ونفح برشة وقت تكون ديمان ويلد موجودة في كل في كل المباريات وفي علاقة اي انسان مقابلته بالمنافس متاعه وحتى الحكام نتصوم كيف كيف على كل حال تحية مرة أخرى لكل الأميات نرجع شوي للكورة نرجع كورة نرجع كورة بصراحة حبيت جاية معناتها نجيب في داية حاجة كما نقوله صعيب الوقت يمكن بشتحكي على مباراة ما شاء الله حكاوا عليها قامات ولمدة نهارين وذي الثالث يوم بعد المباراة نحاول نشوفه الهنا ما شاء الله مع الجماعة لا تحدثت برشا في المباراة هذه نأخذ زاوية فنية أخرى نحن بحثة في المباراة هذه من الحاجات التي نجحنا فيهم وحاجات التي نبدأ الفيديو اللي لاني نبدأ بحاجة يمكن الناس لكل حكاية وقالت يوسف المساكني إليتي بفورمان خاطر يوسف نشوفه وقت يكون مرتاح ما يعمل الرول دفنسيف يوسف يكون بفورمان نشوفه المباراة هذه وما يلي إلا لقطة من جملة لقطات هنا نشوفه دي جاجمون بتاع بشير بن سعيد وفم دويل ودوزينبال وحرب صارت هنا نشوفه الكورة في النيفو متاع 25 متر الأخرين نشوفه يوسف المساكني اللون في الساعة الفيتاس في الكورس في الوقت في 56 دقيقة لعب نشوفه إلى أنسيستي إلى أنسيستي بشيفك الكورة وفكها في خمسة متر والأخرين من الملعب وليس في 30 متر يوسف المساكني اللي معروف عليه بين قوسين ما يقومش بالدور الدفاع ينشوف وتخرج الكورة من بعض هذا يمكن الجزء المخفي وما تحكيتش ما تحكيتش عليه برشا الناس في دور يوسف في المباراة هذه نزيد إلى هنا نتعدى فما فيديو واحد آخر لن نتحدث فيه هنا نشوفه نقفوا بالله إلى هنا شوية لحظة نقفوا هنا في المباراة بصراحة فما حاجات بعد الواحد سفر وبعد خاصة هذا يمكن قبل الورقة الحمراء لكن فما الورقة الحمراء جاءت الاختيارات متاعنا ويمكن تحاسبوا عليه معناش قلت المنتخب المصري كان ينجم يخلص كما إحنا كنا نجموا وخلصوا وهذه أكبر دليل اللقطة هذه اللي كان فيها اختيار خاطئ من لاعب قدم مباراة كبيرة اللي هو عيسى العيدوني بصراحة هناك الكورة الكورة ما فيهاش معناتك كما أقولوا ما تفلسوش علىها الكورة جاءت من اليمين الدكالاج يجب أن يسير على الجهة اللي سار أنت هناك في عمق الملعب فما كثافة دفاعية فما لاعب في المواجهة ولاعب على مستوى عالي اختيار تعلم سيد زيدا أنك ما تعطيش لاعب تكمل عندك الحل اللولاني اليوسف لهنا والحل الثاني النينو الحديدي وساما اللي عاطي سوليسيون ما تكملش الكورة ذيكي نسيب الكورة نسيب اللقطة هذه ما حاجات اللي يزمنا وبصراحة صاروا في المباراة تكون نخسروا كورة الاختيار خاطئ تكلفنا كلفتنا ورقة صفرة كنا نجمه نخسروا لعب وكنا نجمه في مباراة أخرى لقدر الله كانت تولي فرصة لو للمخالفة دي كانت نجم تكون فرصة أخرى كامل عليك اللي قال عليه بكري يا سيشياب كيفاش يوسف المساكني يخلى ليني وتخلى الوسط باش يعطي أكثر حل على المستوى وصل الميدان يعني كني نجم ياخذ الكورة وشوفنا لبال حتى متع سيفي الجزيري لديوز أكسيون معنى زوز المدافعين في المحور تبعوه كني نجم ياخذها يوسف يكمل بها في وسط الميدان مع صعود الحددي يكون الشواء خير ورفيعة مجيئة لغرة ورفيعة من الحاجة نظيفها في قلب الملعب في وسط الملعب غريك معنى السهل الممتنع جري الكورة معنى هنا وختي تمشي بالكورة بتصير عليك البريس مش يضغط عليك أوتوماتيك منتوالي ترانزيسيون اللي يتوالي قيبية وهذا وصورتو وانتي سجلت هدف يعني الفريق منافس بش يعمل ريكسيون تسويت بش يضغط بش يحاول يفتك الكورة في أسرة ما يمكن يمشي بها المرمى هذا هو حسن الاختيار نحكيه خاصة في بداية بناء الهجمة اللي هو في نص الملعب متاعنا وهو أهم شي لأنك لقدر الله صارت الكورة في منطقة متأخرة في بناء الهجمة وقتها الفريق الآخر عنده حدوث أكثر في الترانزيسيون لأنه المسافة اللي تفصله على المرمى تكون أقصير الهناش نشوفه لقطة تقريبا تلخص بلحظة لقطة تلخص تقريبا المباراة تلخص الانذيبات التكتيكي تلخص الانذيبات خاصة في الناحية الدفاعية العمل الجماعي ومتاع الفريق كامل نشوفه هنا اللقطة خليوها تمشي بشوية بشوية نشوفه هنا اللاعبين كيف ساعة أول حاجة لحظة هنا نشوفه الدور متاع صيف الجزيري الدور اللي مرئي لا فيه دوية ولا فيه انترسيبسيون ولا فيه حد شيء خلاش كورا إلى بلوكي لشمان دولا باس لاليني دولا باس اللولا اللي تتعدى وكانت نقطة قوة المنتخب النجيري اللي هي ما كانتش تعدمت هنا وهي الكورا الليتوس اللي تتعدى لللاعب رقم أربعة الجزيري كانت ديمة توجيه الورونتاسيون كان ديمة للأطراف وهنا نزيد هنا نقفو نشوفه الخطوط متاع الباسات كيفاش مسكرين لليني دو باس وأهم شي نعاود نشوفه مرة أخرى الدور الدفاعي انتع يوسف المساكني المركاج دوزون هنا في الزون متاع نشوفه الأرسلمون البورتور دو لابال ما يخليه شليبر اللعب الهن نسيبوا اللقطة تتكمل بداية يوسف عيسى العيدوني يكمل ساكر الانتاريور تعاود ترجع معا ناقفو الهن الهن حتى ما فتكناش الكورة الثنائية يعتبر ربحها يوسف المساكني والعيدوني لأن الكورة رجعت للخلف ورجعنا تمركزنا احنا في مكاننا حتى ولو البلوك زاد نزل لكن الخطوط متقاربة وكل منطقة فيها لعب اللي قايم بدوره عليك ملوش حاجة بركنا نضيفها اخوية عثمان هذا اللي صاير طوي قدومنا في الفيديو هو اللي ربحنا في المات هو هذا الأساس اللي ربحنا في المات معنات تشوف اللعبية عارفية شو اللي يعملوا كل سواء من قدام ولا من تالي من تبدأ سوالكوتي ميخالي مش عاون يدخلوا في اللاكس ودونك أوتوماتيكمان ما تلقاش حلول نجري رجع بالتالي وهذا الصيف هذه تلعب تلعب كامير بحطري هذا اللعبية مقنش مامليني ديما كننو كوفيرتور ديما كوفيرتور السوري ملعب كدراج وديما كوفيرتور السوري شوف احنا بزي اذا هو سري الاسباس بي نكمل هنا لعب ضد منافس في وضعيات قادر انو بشيخوا الكورة من جهة شهزها الجهة الثانية نشوف اهم شي العمل الجماعي الناس الكل نشوف الموفمون تعلق البلوكي كيب الجهة الكورة نخلي الكورة تكمل الكدراج بتاع البورتور اللي عمل يوسف يعمل فيه سليتي ونشوف هنا اللي نجحنا فيه اكثر شي وهو نقطة القوة رقم واحد منتخب نجيريا واللي هي سيمون موزيس شوف لا يوقف هنا السورة الدخول متاعه يلقى ثلاث موجودين في الانتظار وهذا اللي حكيت على تحذير المباراة بصراحة معانتها شابوبا للإطار الفني تجهيز المباراة هذه واللعبين اللي كانوا ويلزون أبليكي وطبقوا التعليمات هذه بصراحة معانتها نقطة القوة اللي فرقت معني جيريا في المباراة الكل كانت تقريبا غير موجودة في المباراة هذه واللعب هذا من أضعف البرفورمانس شهاب وانت كما تقول مغروم زادة بالأرقام أخيب مباراة عداس من ناحية الثنائيات اللي خسارها معانتها تقعدوا نكون أسوأ مباراة له في العوام الأخرى نقوم باش ونقرأوا القدام هنا نشوف الترانزيسيون نشوف أهم شي الحلول اللي عند حامل الكورة نشوف الجزيرة الحل المساكن الحل الكورة ما تضيع وقت ما عندي الحلول القدام هنا نوقف اللقطة نفس الشي الكورة ما تستحق فلس هنا يلزم يكمل ديكال خاطر عمق الملعب نشوف كثافة دفاعية نشوف أربعة لعبين من نيجيريا عندهم اثنين مهاجمين فقط من المنتخب التونسي الكورة اللي هنا تكمل وسامة الحددي يصير ديكالاش ومن بعد يتولي سيتيوات واحد أخرى في السلف فز ريب أغمان هنا تكمل على كلمك سامح لي سيشياب مش قص عليك وزيد اللي يعاون لبال حتى متاع المساكني حتى بيده على الأقل شيء مدفع معاه عملي لعني يعني عملي لعني أول 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 وقت تفك الكورة أدروات المنتي دي بالان دياغونال دياغونال هذا هذا أول أول لأنك لما تفك الكورة الكثافة متاع الفريق الآخر كان في بناء الهاجمة في الجهة ديك الجهة الأخرى موان كونترولي يجبك تتعدلها لأنه اللقطة دي خسرنا كورة ورجعنا في نص الملعب اللي كنا في سيتيواتيون ففورابل إن شاء الله الوضعيات نكون استغلالهم أكثر بطريقة أحسن لأنه كل من تقدموا المستوى ماشي ويعلى في المسابقة هذه وأي كورة عندها قيمة أكيد والتشجيع من الجاليات الأفريقية المقيمة في تونس كيف تابعت مباريات تونس وكيف شجعت المنتخب في مواجهات الأخيرة وخاصة في انتظار مباراته الحاسمة غادر علاوي وغاية ليلي خرجوا للشارع وأجروا هذا التحقيق لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تنسيين مني للتركيب تونسيين تونسيين لنهادر تونسي يطنسي ماركا بي أمي بي تونسيين، ومالتونسيين تونسيين و تشجعر سيما جمعها من summersة يمكن أن يكون الحبات لتونسيين يكون في التونسي، يكون في الاجبت ومالكاً يوميون على حدككم تونسيين تونسيين في المحن المارك يفرحون بمولنا يمكنني أن تيجع باللعالي مع بحيات مليت. هناك 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 هناك، هناك هناك هناك. يمكنني أن تكون بالنسبة يا كمه ون sold لحشة حياتك. يمكنني أن تمنع كثيرا كلها، ثم ينتبه بالكفرين Как شخص على الفقر على المتشرين وينتهى. يمكنني أنفراب الهشراء أي شيء. عندما ينشأل بخصوار النافريق عليهم ومنع بخصوار العد entendر إليه من الأفريق عليهم. أفريقيا وعندها تشكيلتها وعندها طبعا القراءة الفنية متاحة هكذا نصل للنقطة نهاية حلقة اليوم نحب نشكو إيزي كاترينج اللي يوفرونا دائما وأبدا كوفور بلاتو في التاسعة كان واللي مختصين في إعداد الوجبات للشركات والمؤسسات والمدارس إذن تحية لإيزي كاترينج سوكل موصول دائما وأبدا للحضور على اليمين شاب ليليا تكسح على الحضور شكي خطو يا تكسح على الحضور ومبروك ألف دينار من تينيزي جيمينج وإفريقيا بيت بسونسات أنت روب أخليف أنت روب أخليف أيضا عربي جيفر يا تكسح على نوارتنا نزار خانفير ننوز دائما وأبدا كيف هو الحال لسيف وغزيش ضمت غزيلا كالغزيلا بتاع التينيسير وشكر موصول لعطمنا أبدعت اليوم سلديم وموافقين نشكر جمهور على التفاعل وعلى الأجواء المتميزة اللي أفاها في سيدوات التاسعة والشكر دائما وأبدا موصول لأحلى مشاهدين نلقاكم بإذن الله تعالى غدا انتلاقا من التاسعة إلى الربعة نصبحونا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة